المشاكل بين بن يمين نتانياهو ووزير دفاعه يوقف جالانت مش جديدة الجديد هو خلافهم على قرارات مصيرية بلحظة حاسمة بمسار الحرب كيف بيان هالشي؟ بجلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة عدت جالانت أبرز مشاكله مع نتانياهو بيعتقد جالانت أنه إسرائيل صارت عمفترق طرق إما صفقة تبايده اللي بتنهي الحرب بغزة والشمال أو تصعيد أكبر باتجاه الحرب هو بقادة الجيش والمؤسسات الأمنية مع خيار الصفقة ونتانياهو عم يعرقل هالخيار جالانت مش مقتنع بوهم النصر المطلق اللي عم يحلم فيه نتانياهو ويسوق له ومعتبر هالحاكي مجرد سرسرة وتضليل للرأي العام الإسرائيلي بيتبنى جالانت خيار تبريد الجبهة مع حزب الله بالشمال وعدم توسيعه بالوقت الرهن فكرة الضرب الاستباقية والمفاجأة كانت مناسبة برأيه بأول حرب وهو طالب فيها بس بعد كل التطورات اللي صارت ما عدتها الضربة مفيدة هلأ رد نتانياهو بسرعة على جالانت وكرر ثلاث شعارات عم يعيدها من أول حرب عن النصر المطلق والقضاء على حماس واستعادة الرهائن بس ما فرجى كيف تتحقق هالأهداف الثلاثة هلأ بعد ما عجز عنا عشرة الشهر بيأثر هالخلاف بين نتانياهو و جالانت على مسار الحرب من جهتين جالانت مش بس وزير دفاع له صلاحيات واسعة هو كمان من وجوه حزب اللي كود اللي بيتزعمه نتانياهو وبيعتبر نفسه منافس طبيعي على خلافة نتانياهو بيعتمد بقاء الحكومة على قدرتها أن نتحافظ على أكتارية بالكنيسة ما بتتجاوز الأكتارية الحالية النص إلا بأربع مقاعد من أصل 120 أي خلاف بين نتانياهو وأركان حكمه بهدد قدرة الحكومة على الاستمرار هيفرض عليه تقديم تنازلات ترجمة نانسي قنقر